تستأنف في القاهرة اليوم محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك كانت القاهرة قد استطافت الأحد الماضي على مدار أربعة أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة ستة أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال شاركت في هذه الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية غادرت حماس في نهاية الجولة للتشاور إلى أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة